رائب ليش؟ ناديل الشيخار ليش؟ خلي يجيب سراه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ربي شهاد وقعت الورقة على رأسها اكيد هاي البنت في ورها قصة يا ترى شو قصتة؟ لالي واقفي تعالي تعي، تعي لهون تعالي في سرع تعي ليش عملتي هيك؟ أنا كنت رايح أشوف إذا بدو شي لا تحكي أبداً ما شفتي مين إجوا؟ أمي والخانم وكانوا رح يشوفوكي شوفيهم أنت كذبتي علي يا لالي ليش كذبتي؟ قليلي ليش؟ بشو كذبت؟ ما في حدا منكن عم يفهم علي جيت لهم بس لحتى أشوفو آم أنتي سحبتيني وكأني إذا حبيت شوف جوزي بكون عم بعمل جريمة على كل حال، أنا تأخرت ولازم رح على البيت هلأ أنا مو فارقة معي إذا شفتي جوزيك بس إذا عرفت إمي رح تبهدلني بهدا اللي ما رح أخلص منها قلتلك لا تطلعي من غرفتك ليش طلعتي بعد ما نبهتك؟ حبت طعميني بهدا اللي من إمي؟ أنا شو عملتلك يا لالي؟ إذا أنا وياكي رحنا حكينا معه شوي ما حدا رح يضرب القصة تعي معي هلأ وأنا رح أعرفكن عبعض تعي وقفي وين رايحة؟ شو لوين راح؟ لك شو عملتي؟ نعم لا لو تعرفي شو تعذبت وتعبدل لقي حتى لقيتو وأن women ما بعرف لان هو ويرا حلق ما بعرف إمتى يمكن شوفه بعدين ليش هيك عملتي؟ انتي خربتي لي كل حياتي رح تشوفي متأكدة رح تشوفي يا لالي شاهم تقولي؟ إذا ورقت الشجرة وقهت على راسك فمعناها في أمل كبير بالمستقبل شو عم تعملوا لحالكم بالبستان؟ أمي شو يا؟ انتي ما بتفهمي يعني؟ ما قلتلك لاتخليها تطلع برات غرفتها؟ أمي، أنا نزلت لحتى دور على هوربي لساد مو أكتر، وبنفس الوقت براسي؟ عم تكزبي علي نزلت لحتى تتسلي وهلا عم تتحججي سمعيني ميح، إذا عدتها شي مرة تانية رح خلي حارس القصر ياخد هاد منك وبعدين رح ياخدوا لعند لحام الضيعة لا، أمي، مو أنا اللي طلعت قت مشواري لا لي هي اللي هربت من الغرفة واجت لهون اهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لعمه شو قليلين تربعي بدي اكسر رجلاك التنتين اذا لسه بتحاولي تهربي من الغرفي مرة تانية ليش ليش ما فيني اطلع من الغرفي واتمشي على كافي انت جناتي بدك تعملي مشاكل ها بدك تتمشي وري على كافك يعني بدك زوجك جانيسيا يتقلع من الشغل بسبب مشاكلك ويصفي بالشارع بدك تقلعي من الشغل ليش لانه صاحب الارض ما بيحب نسوان العمال يروحوا على البستان ويطقوا حنك مع الشغيلة انتي ما عم تفهمي شو اللي لازم يصير بهذا البيت مظبوط حكيه بدك زوجك يتقلع من بستان البيك صح الليلي بدك ولا ما بدك ما بدك ما بدك ها مسكي يدنك تعالي بنتي بدي احكي معك برا شو كان عم بيسير هناك جميلة؟ بالشجرة امي شو قصدك بها الكلام؟ شو كنتي عم بتقليلي عن ورقة الشجرة اللي فوقها؟ امي شفت ورقة من هديك الشجرة نزلت على راسها واتوقفت تحتها وكان واقف قداما شيخار وهو عم يعزف امي كيف شيخار بيك وقف قداما؟ معقول السيد شيخار يكون شريك حياته لها البنت الفقيرة؟ هلا معقول ابن البيك يتجوز واحدة فقيرة؟ قليلي امي؟ اه؟ شو امي؟ بيقولوا انه هاي الشجرة كتير غريبة ووقت البنت بتوقف تحت اغسانه وابتوقع عليها ورقة فالرجال اللي بيوقف قداما بصير هو جوزة بالمستقبل وبيعيشوا حياة حلوة وسعيدة هادا الحكي مظبوط ولا مجرد خرافات؟ انتي شو بتقولي حقيقة ولا خرافات امي؟ هالحكي مو صح هالشي بيصير بالقصص والافلام مستحيل يصير بالحياة الحقيقية امي انتي متأكدة من كلامك؟ اهل الضيعة بيحكوا هالحكي وبيقولك خالصنا شليلك هادا الحكي الفاضي من بالك وتذكري شغلي واحدة بس اذا بتقولي هادا الحكي لأي حدا بالقصر بدي كسرلك راسك وليش قلبتي خلقتك وزعلتي من حكي شو صار؟ يلا امي ريحتك طلعت قوم اعمليلك حمام روحي روحي حاضر امي البنت اللي جبناها مالة فايدة بهالوقت اذا بقيت هون ممكن ابي يشوفها او يدرى فيها وانا ما بدي هالشي صير نهائيا بمثل هالوقت خده لما كان بعيد وقتله فيه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هوا اشتركوا في القناة